أنت بتبني مصر جديد اللي هي مصر جديدة دي اللي بتتعمل جديد أن أنت بتخرج من القاهرة أن أنت بتعمل العاصمة الإدارية أن أنت بتعمل في مدن القناة وأخذ بالك كل الكلام أنت بتعمل في سينة بتعامر في سينة فأنت بتبعد عن الرقعة الديackة المخنوقة اللي احنا عايشين فيها فده مهم قوي لكن لما نرجع للصدراء السمكي كمان احنا كمان عايزين نعمل اكتفاء ذاتي في السمك واحنا مش عايزين نسل تورك والاستيراد ده بيخليك ايه تدفع عملة صعبة وبتدفع دولار فعندك مشكلة لا هم بيستوردوا الحقيقة بعض الأسماك اللي هي مش موجودة في مصر لأنه هريك يعني مجموعة من الأجانب بقى والحركة السياحية بس ده حاجة على جانب فما ما يعرفوش اللي هي البولتي والبولي والحاجات بتاعتنا بس في حتة تلسة ده وفقى لمسؤولين هيئة الثروة السماكية بالزبط فاحنا بنستورد حاجات عشان تتناسب أو السائح يأكل اللي هو متعود يأكله في الأماكن اللي بيعيش فيها وكمان عشان تعمل ثبات في الأسعار عشان لما يكون عندك لما يكون فيه المعروض عندك كتير يا إما السعر بيبقى ثابت يا إما بينزل إنما ما بيزيتش لما بيكون فيه ندرة أو حاجات قليلة من المنتج نفسه فطبعا الدنيا بتبقى غالية علينا شوية وبعدين السمك ده مهم ده السمك يعني غزائيه أهم من اللحمة وأهم من كده فده برء والناس المصرين بيحبوا يأكلوا السمك فدي برده نقلة مهمة نقلة كبيرة بالنسبة لنا لازم نأخذ بالنا منها يعني كمان يا أصوص محمد الناس بقى لها زمان جدا ما بتتكلمش على استقرار الأسعار أنت ما كان مش عارف سعر الليمون فترة زاد الدنيا تقلبت وما قعدتش مش عارف الطماطم دلوقتي أنت عندك استقرار وربما الانخفاض في أسعار كل المنتجات الزراعية سواء خضار أو فاكة استقرار في أسعار اللحوم في الأسماك في الدواجن دي ملحوظة مهمة أوي هشام محدش بيتكلم عنها لي كنت رسي هقولك دي ملحوظة بقى مهمة أوي أنت مش ملاحظ من فترة ما بنتكلمش على ارتفاع الأسعار وما فيش سلعة استراتيجية مش موجود ومتوفرة وبأسعار مناسبة جدا ملاحظ من فترة كنا دائما كل شوية نتكلم الأسعار زادت الأسعار زادت اللها جديد غيرت شوية اللها جديد تقريبا خفت شوية مش معنى كده أن الأسعار هيلة يعني ولكن أحسن من الأول وكتير ياما في سبات ياما في انخفاض واخد بالك الخضروات كلها اللحوم بقى نزلت شوية الفراخ نزلت شوية الأسماك ما احنا بنشتري الحاجات دي كلها الأسماك برضو نزلت شوية فلا فيه تفرة في موضوع الأسعار مش لازم نقول لها نزلت قوية على مستوى الناس اللي عاوزها لكن على الأقل سبتت احنا كل شوية كل شهر كان الأسعار بتزيد يعني الناس كلها بتشتكي من دول الأسعار لا دلوقتي مش موجودة عندنا الكلام ده كل بطلنا اللهجة دي بطلنا النغمة دي لا احنا بدأنا نقول ايه لا مصر بقى شكلها مختلف عن الأول أكتر ما بيساعدك السيد محمد إن الغلبان بيأكل لا ما هو دلوقتي الحمد لله دي أنت بتتكلم في حاجة أهم حاجة بس الأمن الغذائي ده مهم بص انت في الأمن الغذائي ده لما بتيجي تتكلم عن الأزمة بتاعة كورونا إحنا من الدول النادرة في العالم اللي كان عندك الأمن الغذائي يعني عندك كل المنتجات ما كانش عندك مشكلة فيها صحيح ما كانش عندك عكس كنت بتنزل للسوبر ماركت بتلاقي كل حاجة موجودة يا شام ما اخذ بالك فيه دول دول عظمة كانت الناس لما بتنزل من الحظر التجاول بتاعة من ينزل للسوبر ماركت ما بيلاقيش اللي هو عاوزه الحمد لله إحنا موجود ولذلك حتى لو الناس تاخد بالها ما بقاش فيه زحمة على السوبر ماركت لأن إحنا متطمنين ليه؟ وقت ما هنزل حلائل اللي إحنا عاوزه ده بيديك ثقة ما ده بيخلق ثقة في المنتج المصري بيبقى فيه ثقة ما بين الدولة وما بين الشعب إيه الثقة دي موجودة؟ إن أنا في أي وقت عاوز الحاجة بتاعتي بيلاقيها موجودة